شارك ساعدة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لشرق الأدنى ممثلا عن مملكة البحرين وجاءت المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد بتقنية الاتصال المرئي وبمشاركة وفود وزارية من 28 دولة عضوا في المؤتمر وممثلي خمس دول بصفة مراقب وممثلي المنظمات الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء إلى جانب ممثلي أهم المنظمات الدولية ذات العلاقة وأبرز المؤتمر زيادات المقلقة في اتجاهات الجوع ونعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في إقليم الشرق الأدنى وهو ما يتطلب تحولا جذريا في النظم الزراعية والغذائية في الإقليم لكي تكون أكثر كفاءة وشمولا وقدرة على الصمود والاستدامة من أجل تعزيز أنماط غذائية صحية للجميع كما تطرق المؤتمر إلى أبرز التحديات المتنامية في الإقليم والعالم والتي من بينها تغير المناخ والنزاعات والأزمات الممتدة وجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وقلة المياه وتعميم الزراعة البيئية